أوكرانيا فضحت تحركات عسكرية مستمرة بين روسيا وبين إيران وهذه التحركات من الممكن أن تغير الكثير من المعادلات بحسب هذه التصريحات القادمة من هذا الرجل المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية وهو يوري إيغنات يوكرين فورم وحتى السيان الأمريكية نشرت تفاصيل تصريحاته المثيرة للغاية والتي صدرت اليوم طبعا ما قاله باختصار بأن روسيا لا زالت تسعى ولا زالت تبحث ولا زالت تتواصل مع إيران للحصول على صواريخها الباليستية من صاروخ فاتح 110 وكذلك صاروخ ذو الفقار الخطير للغاية بالإضافة إلى ذلك بأن روسيا أيضا لا زالت تبحث عن المزيد من طائرات الكاباكازي طائرات إيران المسيرة من نوع شاهد 136 المفقخة وأضاف تفصيل مهما يتعلق بهذه الصواريخ الباليستية التي ركز عليها كثيرا وقال بأن المنظومات الدفاعية الأوكرانية غير قادرة على عملية التصدي لهذه الصواريخ رغم أن هناك صواريخ متقدمة روسيا تستخدمها على مستوى الضربات التي تقوم بها على أوكرانيا صواريخ مهمة وخطيرة مثل الكي اتش 22 إلا أن هذه الصواريخ الإيرانية ستكون خطيرة للغاية بحسب تصريحاته وبأنهم غير قادرين على التصدي لها وقال بأن الحلفاء من حلف النيتو طبعا من أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية يعلمون بهذا الأمر يعرفون تماما وتحدث أيضا عن منظومة الباتريوت الأمريكية وأهميتها هي ومنظومات أخرى عندما تدخل إلى الداخل الأوكراني فأنها ستلعب أدوارا في التصدي لهذه الصواريخ وغيرها من الصواريخ التي ممكن أن تهدد تماما البنية التحتية الأوكرانية لكن المشكلة ولماذا هو يصرح الآن ومع القرار من الباتريوت وقرارات مهمة قد شهدناها من الغرب من أجل إدخال منظومات وأسلحة مهمة غربية إلى الداخل بأن الباتريوت لا زالت بحاجة إلى الكثير من الوقت لا زالوا بحاجة الأمريكيون طبعا والغرب إلى أشهر لتدريب الأوكرانيين على هذه المنظومة وهذا يفسر تماما لماذا الرئيس الأوكراني فلوديمير زرنسكي عندما أقرأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح هو والألمان في إدخال دبابات أبرامز وكذلك دبابات ليوبارد إلى الداخل الأوكراني وباشرة زرنسكي في حينها طالب بأسلحة هجومية طالب بالحصول على أسلحة هجومية سريعة على المستوى الصاروخي على مستوى الطائرات وذلك لأن هناك خطرا قادما وبأن تدريب الأوكراني على هذه الأسلحة والشحنات التي تهيئها الولايات المتحدة والغرب بحاجة لوقت لكي تصل إلى أوكرانيا والوقت ضيق للغاية وهو ضد أوكرانيا الآن على ما يبدو من خلال هذه التصريحات خاصة وأن وزارة الدفاع البلاروسية اليوم أعلنت عن بدء مناورات جديدة بينها وبين الجيش الروسي في بلاروسيا مناورات ما بعدها مناورات تضع العاصمة الأوكرانية كييف في خطر كبير للغاية في ظل معلومات كثيرة استخبارية أوكرانية وحتى غربية بأن ستكون هناك هجمات قادمة كبيرة خلال شهر فبراير وطبعا في الرابع والعشرين فبراير هي الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قد تعني كثير بالنسبة لما هو قادم على أوكرانيا وفي هذا التاريخ تحديدا وحتى في مارس لن تدخل كل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وإن ظهرت هذه الصواريخ طبعا الإيرانية قد تعني مشكلة كبيرة بالنسبة لهم ولكن الأوكرانيين لديهم طموح طبعا من خلال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم وهو بودانوف قال بأننا سننتصر في هذه الحرب بل أننا أيضا سنحرر شبه جزيرة القرم ولكن الواقع الآن يوضح بأن روسيا عادت لتصبح خطيرا للغاية في هذه الحرب رغم كل التراجع الذي تعرضت له فهي الآن تتقدم وتتقدم على مستوى شرق أوكرانيا وتهدد العاصمة وتمتلك الكثير من الأدوات التي من الممكن أن تغير الكثير من المعادلات في هذه الحرب فالتقدم على شرق أوكرانيا هو يأتي في دانيتس كالآن وفي زاباروجيا بحسب ما نشرته وما نشره معهد دراسات الحرب وتحديدا كما تلاحظون في دانيتس كالآن فهناك عملية كبيرة جدا هنا تلاحظ باللون الأصفر تأتي من قبل روسيا على فوغلادار ويحاولون السيطرة عليها وأنباء متضاربة بأنهم سيطروا عليها وأنباء من الأوكرانيين بأن الروس لم يسيطروا عليها ولكنها منطقة مشتعلة مثلها مثل هذه المناطق باللون الأصفر التي ترونها طبعا من ضمنها بخمت ولكن دعونا نركز على فوغلادار التي نشر عنها بأن روسيا الآن بدأت بعملية وبهجوم كبير الآن على هذه المنطقة الاستراتيجية الكبيرة والمهمة للغاية وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي هنا زاباروجيا هنا دانيتس دعونا نتوجه مباشرة إلى فوغلادار هذه المنطقة المهمة للغاية التي تتعرض ما تتعرض له الآن بحسب وورغونزو قالت بأن هناك عملية هجوم كبيرة من قبل القوات الروسية طبعا تحديدا في هذه المنطقة وبداية يجب أن ننتبه إلى الطرق أولا هناك عددا من الطرق المهمة بالنسبة لفوغلادار هذه فوغلادار التي ترونها هناك طريق مهم جدا بهذا الاتجاه وهنا كما تلاحظون منجما للفحم بالإضافة إلى محطة للقطار أيضا مهمة للغاية وهنا طريق آخر كما تلاحظون بالنسبة لهذه المنطقة من هنا وأيضا هناك طريق آخر يأتي بهذا الاتجاه هذه هي بافليفكا وهذه هي مايكليسكا التي ترونها بالنسبة للقوات الروسية الآن وما حققته هي حققت الكثير في هذه المنطقة فهي سيطرت على مايكليسكا وكذلك دعونا نعود مرة ثانية إلى مايكليسكا هم سيطروا على مايكليسكا تقدموا بهذا الاتجاه عبروا هذا النهر كل هذه المنطقة يسيطرون عليها بدأوا يتقدمون بالجنوب من فوغلادار وكذلك السيطروا على بافليفكا وأيضا قطعوا هذا الطريق لم تعد القوات الأوكرانية قدرة على السيطرة على هذا الطريق والطرق إلى الخلف من فوغلادار غير حاضرة وغير جاهزة وهذا يوضح بأن هناك صعوبة بالدعم التي ممكن أن تتحصل عليها القوات الأوكرانية في هذه المعركة وورغونزو أكدت بأن القوات الروسية تمكنت الآن من التقدم إلى هذه المنطقة وسيطرت على الطريق الرابط بين منجم الفحم الذي نتحدث عنه وهو أكبر منجم فحم يأتي إلى جنوب دانياتك وبين فوغلادار وبالتالي قطعت الطرق تماما على هذه المنطقة والقوات الأوكرانية لا زالت صامدة في هذه المنطقة القوات الروسية تعرض هذه المنطقة إلى ضربات مدفعية كبيرة للغاية تأتي على عدد من النقاط لهذه المنطقة التي تعتبر ليست كبيرة للغاية كما تحدثنا الروس قالوا سيطرنا عليها الأوكرانيين قالوا هذا لم يحدث ولكن هناك مقطعا مصورا من يوم أمس للقوات الروسية وهي تقوم بعملية قصفا لأحدى النقاط قالوا بأنها في فوغلادار دعونا نلقي نظرة على هذا المقطع المهم للغاية المقطع المصور والقوات الروسية فيه طبعا تستخدم طائرة مسيرة تراقب عمليات الضربات التي تأتي على القوات الأوكرانية كما يقولون على فوغلادار دعونا نلقي نظرة على هذه اللقطة التي ترونها بهذه البساطة يراقبون بالطائرة المسيرة ولاحظ إمكانية الطائرات المسيرة هنا في المراقبة هنا ضربة كما تلاحظ وبعدها تتوالى الضربات في النقاط التي تأتي إلى اليمين وبعدها تأتي ضربة أيضا إلى العمق من هذه المنطقة وطبعا كما تم الشرح من هذه المنطقة بأنها في فوغلادار وأن القوات الروسية تحاول عملية السيطرة على هذه المنطقة وهي تضرب القوات الأوكرانية بشكل مكثف إذن دعونا نحاول أن نأخذ لقطة من هذا المقطع المصور من طائرة ألدرون نحاول أن نلقي نظرة على هذه الصور المصورة التي نشرت بهذا الشكل مقربة قليلا لنحاول أن نتعرف على هذه المنطقة بما أن المنطقة ليست كبيرة أبدا إذن سنلاحظ واحدة من الأمور المهمة بأن هناك خطا بهذا الشكل يوضح بأن هناك نوع من الحائط المرتفع وأن هناك مبنى بارز في هذه النقطة هنا يبدو بأن هناك مبنى ولكنه مدمر نمع الماء إلا أننا أمام مبنيين متقاربين أيضا هناك نوع من الخط كما تلاحظون وكأنها منطقة مزروعة تأتي بمسافة من خط آخر أيضا لمنطقة أو نقطة مزروعة بهذا الشكل وبالتالي أصبحنا أمام علامتين مهمة وأيضا نقطة مهمة كبيرة مهمة للغاية هو هذا الطريق الذي ترونه الذي يمتد بهذا الشكل مع هذا المبنى الذي يبدو بارزا بالنسبة لنا وطبعا مع التركيز على طبيعة الضربات التي جاءت هذه العلامات قد تكون كافية لنا لمعرفة أين جاءت هذه الضربات دعونا نتوجه الآن إلى القمر الصناعي إلى فوغلدار هذه فوغلدار لنقترب الآن من شرق فوغلدار تحديدا من هذه المنطقة ونحاول أن نأخذ صورة واضحة ستلاحظ بأننا نوعا ما بدأنا نرى شيئا هنا بدأنا نرى بأن هناك خطا نوعا ما وسياجا هناك خطين لمنطقة مزروعة بالاتجاه إلى الشمال قليلا والاقتراب ستلاحظ بأنك يبدو بأننا أمام نفس العلامات السياج هنا وكذلك المبنى هنا خطين وبينها مسافة مزروعة كانت بارزة في عملية التصوير بالانسحاب قليلا إذن من هذه المنطقة سنلاحظ بأننا يبدو بأننا وجدنا هذا الموقع بكل بساطة وبكل سهولة هذا هو المبنى الذي وجدناه طبعا وهذا هو الخط الذي تحدثنا عنه أو الحائط طبعا ومبنى أول مبنى ثاني وأيضا هذا هو الطريق مساحة مفتوحة كانت واضحة لنا وهنا خط وأيضا منطقة مزروعة أخرى وبالتالي كل شيء متطابق وهذا يوضح بأننا أمام ضربة هنا ضربة هنا ضربة أخرى وهذا يوضح بأن فعلا القوات الأوكرانية لا زالت موجودة في هذه النقطة هذا هو أهم ما يأتي في هذا المقطع لا زالت تقاوم ولكنها تتعرض لقصف كبير وأن القوات الروسية قد تتقدم في أي لحظة إن لم تكن تقدمت خلال الساعات الماضية ونحن نتحدث طبعا إلى هذه المنطقة وبالتالي المنطقة تحت الخطر والواضح أن القوات الروسية تبحث عن عملية تقدم للسيطرة على هذه المنطقة والإطباق عليها بما أنهم قادمين من بافليفكا وكذلك من الممكن سيطروا طبعا على هذا الطريق كما تحدثنا وبالتالي المنطقة تحت المطرقة صعب جدا الدعم من هذه المنطقة بسبب أن ليس هناك طرقا كما تحدثنا من المنطقة الخلفية لفوغلادار يعني بأن هذه المنطقة قد تكون فعلا قابق أو سيني أو أدنى من السقوط هناك نقطة أخرى أيضا يأتي فيها التقدم الروسي وهي تأتي هذه المرة من سرية فاغنر نتحدث هنا هنا دانيتك كما تلاحظ وهنا المنطقة التي تأتي إلى شرقها تقريبا إلى باخموت في باخموت هناك أيضا تقدم لا يمكن نكرانه جديد بحسب معهدي دراسات الحرب ويأتي من قوات مهمة كما نتحدث عنها وهي فاغنر التي حققت الكثير في هذه المعركة مؤخرا فهم يضغطون ووصلوا إلى كل هذه النقاط التي ترونها ويضغطون بهذا الشكل على كراس نغورا يحاولون الالتفاف على باخموت هنا باخموت التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية كان لديهم قوات فاغنر اقتحاما نوعا ما لهذه المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ولكن لا زارت القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة صامدة في هذه المعركة وما يأتي جديدا بحسب معهدي دراسات الحرب بأن فاغنر تقدموا وسيطروا الآن على هذه المنطقة كليشيفكا واقتربوا الآن على مسافة كيلومترين فقط من طريق مهم للغاية طريق الذي يمتد بهذا الشكل من باخموت إلى كوستانتينيفكا على مسافة كيلومترين وهذا يعني بأن هذه القوات الآن تمتلك سيطرة نارية وبأن هذا الطريق أصبح ساقط عسكريا وبالتالي لاحظ تقطعت أوصال باخموت بدأت تحاصر بدأ الإطباق عليها أوبتنا سقطت كليشيفكا سقطت والآن هم يقتربون من إنهاء هذه المنطقة والإطباق على باخموت وبالتالي تقدم كبير جدا بحسب هذه التفاصيل التي نشرت طبعا من قبل معهد دراسات الحرب ووورغونزو وهذا يعني الكثير بالنسبة لهذه الحرب بالنسبة لروسيا واضح جدا أن روسيا تعطي رسالة واضحة بأننا لن نتوقف عن رغبتنا في السيطرة على لوغانسك على دانياتسك نريد أيضا زابطاروجيا التي نتقدم بها ويدفعون بها وأيضا في خير سور يريدون هذه المناطق وستنتهي الحرب الرسالة واضحة تماما وقد يتحقق الكثير بالنسبة للقوات الروسية تحديدا إذا ما دخلت هذه الصواريخ مثل الصواريخ التي تحدث عنها يوري إيغنات وهو قائد القوات الجوية أو المتحدث عفوا باسم القوات الجوية الأوكرانية تحدث عن فاتح 110 وتحدث عن ذو الفقار دخولها قد يغير الكثير من الأمور الصدامات الأوكرانية الإيرانية مستمرة وهناك صدام كبير بين الطرفين خاصة بتصريحات قادمة من هذا الرجل وهو مستشار الرئيس الأوكراني بودولياك هذا الرجل وضع تصريحا مثيرا بعد هجوم شهدناه جميعا على الداخل الإيراني من قبل طائرة مسيرة على مصنع لصناعة الذخائر أو مشأل صناعة الذخائر في وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان ضربت بهذه الطريقة التي ترونها والتي نتحدث عنها و بودولياك فجأة وضع تصريحا وقال بأننا حذرناكم أيها الإيرانيون عندما تدخلتم في الحرب الروسية حذرناكم من هذه المسألة وأنتم لن تستمعون وهذا التصريح جاء طبعا بعد يوم واحد فقط من هذه الضربة التي جاءت في الداخل الإيراني نفس الرجل كان قد صرح في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام الماضي طبعا قبل شهر كان قد تحدث وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بفرض أو توقف عن فرض العقوبات و التوجه لضرب مصانع الطائرات المسيرة في الداخل الإيراني لمنع إيران من رسالة الطائرات المسيرة لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني هذا كان طلبا واضحا وطلبا مستفزا خاصة وأن هذا المصنع الذي نتحدث عنه بعض الأنباء تحدثت بأنه يأتي من أجل تطوير بعض أنظمة الطاقة وبعض المواد المرتبطة بالطائرات المسيرة بعض الأنباء تتحدث عن الصواريخ كلا الأمرين الصواريخ والطائرات المسيرة هي أمر وهي أمور تتحدث عنها أوكرانيا كثيرا وعن خطورتها طبعا التصريح القادم من بودولياك بهذا الشكل هو زاد الطيم بل بين أوكرانيا وبين إيران وإيران طالبت بهذا الشكل قامت باستدعاء الرجل الأعمال أو حتى القائم بالأعمال الأوكراني عفوا في إيران طالبت منه القدوم والحديث عن هذه المسألة وتوضيح الموقف الأوكراني من مستشار الرئيس الأوكراني لماذا يتحدث بهذا الشكل وكأن أوكرانيا كانت مشاركة في هذه العملية الأمر مزعج للغاية نور نيوز وهي أحد أهم القنوات الإعلامية الموجودة في إيران كانت قد تحدثت بأن لو أوكرانيا مشاركة في هذه العملية التي تهدد الأمن القومي الإيراني فستكون العواقب وخيمة للأوكرانيين وبأن عليهم الحذر واضح جدا أن أوكرانيا تستغل الآن الكثير من الظروف هي تستغل مسألة الضغط الكبير الذي تتعرض له إيران هي تحاول عملية قطع الإمداد الإيراني لروسيا قدر الأمكان تريد إيقاف إرسال هذه الصواريخ البارستية أو الطائرات المسيرة على أقل تقدير والصواريخ البارستية التي ممكن أن تدخل في ظل هذه المعلومات يريدون إنهائها إبقاء روسيا وحيدة مع بيلاروسيا في هذه الحرب لإنجاح طبيعة دخول أيضا الأسلحة التي يبحثون عنها ودخول حتى منظومة الباتريوت دون أي تحدي لهم وأيضا في نفس الوقت بأن الضغط على إيران عال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بمسألة المفاعلات النووية وبمسألة الاتفاقية النووية إسرائيل مستنفرة تماما كما نتحدث هناك عملية عسكرية قد تمت بالطائرات عملية من قبل الموساد تحديدا في داخل إيران بالطائرات المسيرة وبالتالي إسرائيل تهدد بشكل مباشر المفاعلات النووية من الممكن أي لحظة أن تأتي ضربة ضغط غربي كبير على إيران تريد الاستثمار به أوكرانيا بشكل مستمر وأيضا التحشيد في مسألة والإكثار من مسألة خطورة إيران قد يكون مبالغ بها لا نعلم طبعا ولكنها قد تكون نافعة في عملية إدخال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من أسلحة حلف النيتو حتى لحظة الوصول لتصبح جزءا من حلف النيتو وهو الهدف الرئيسي الذي صرحت عنه أوكرانيا مرارا وتكرارا وتبدو أن هذه التحركات الأوكرانية نوعا ما بدأت تأتي بثمارها فسيئنا للأمريكية قبل قليل وقبل أن نبدأ اليوم بحلقتنا هذه كانت قد تحدثت ووضحت بتسريبات واضحة من عدد من المسؤولين المطلعين بأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشكل إعلان عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا جديدة قد تفسر تصعيدا قادما جديدا في ظل شهر فبراير القادم خطورة شهر فبراير القادم وشهر مارس هي طبعا لحظات صعبة جدا في هذه المعركة يرتبط بها العالم ترتبط بها إيران يرتبط بها الشرق الأوسط فيها تفاصيل موسعة مهمة